كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والأمراء لما استقر الأمر برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية وجد أن الفرصة مواتية للدعوة خارج نطاق الجزيرة العربية فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ملوك العرب والعجم وكتب إليهم كتبا يدعوهم فيها إلى الإسلام قال أنس بن مالك رضي الله عنه كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله رواه مسلم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن أمية الضمري رضي الله عنه بكتاب إلى النجاشي فأسلم وأقر بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم دحية ابن خليفة الكلبي رضي الله عنه بكتاب إلى قيصر ملك الروم يدعوه إلى الإسلام فخاف وبخل بملكه ولم يسلم وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن حذافة السهمي رضي الله عنه بكتاب إلى كسرى ملك الفرس يدعوه إلى الإسلام فغضب ومزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلم وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب ابن أبي بلتع رضي الله عنه بكتاب إلى المقوقس ملك القبط يدعوه فيه إلى الإسلام ولم يسلم وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سليطة بن عمر العامري رضي الله عنه بكتاب إلى هوذة بن علي ملك اليمامة فلم يسلم هذه هي الكتب الخمسة التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم رسوله إلى الملوك خارج الجزيرة العربية وبعث كتبا غيرها في العام الثامن الهجري أرسل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكتب الخمسة في محرم من السنة السابعة للهجرة فكان أثرها عظيما في نفوس من أرسلت إليهم من الملوك